شارك معالي الشيخ خالد بن أحمل بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع التكملي الدورة الماء بعد الأربعين المجلس الوزري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم بمقار الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول لمجلس التعاون حيث تم التشاور وتبادل وجهة النظر إذا مستجدات العمل الخليجي المشترك واتخاذ القرارات حيالها إضافة إلى تطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا وخلال الاجتماع تم التنسيق والتشاور إذا أكافت قضايا المنطقة والتي ستكون محلا للنقاش والبحث في الدورة الحادي والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كما تم استعراض الاجتماعات الوزرية المشتركة لدول المجلس مع المجموعات والدول الصديقة التي ستعقد على هامش عمال الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وما سوف تتطرق إليه هذه الاجتماعات من قضايا ذات الاهتمام المشترك وقد صادر عن المجلس الوزري بيان صحفي أشاد بنتائج إعقاد اللقاء التشاورية السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الحادي والثلاثين من مايو الماضي وما صادر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العامة للمشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وقد هنأ المجلس الوزري المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام وعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة مستنكرا المجلس الوزري محاولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهدفة إلى تسييس فريضة الحاج والإتجار بها واستغلال هذا الإساءة للسعودية مطالبا المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوة والمواقف وقد أشهد المجلس الوزري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على عضاء المنظمات الإرهابية المكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري والإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ السلسلة للأعمال الإرهابية في مملكة البحرين مربان المجلس عن استنكاره وإذنته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين وذلك من خلال دعم الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية وموصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار مؤكدا المجلس الوزري على رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلية لدول المجلس والمنطقة مطالبا من الالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكازات الأساسية المبنية على المبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها هذا وعرب المجلس الوزري عن بلغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والذي يخلف المبادئ الثابتة في قانون الدول الدولية وخاصة مبدأ المسواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه مثاق الأمم المتحدة معبرين عن تطلعات دولهم إلى أن تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع وأكد المجلس الوزري على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب وتطرف ونبذها لكافة أشكاله وصوره ورفضها دوافعه ومبراته وأيا كان مصدره والعمل على تجهيف مصادر توميله مديدا بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك مجددا التأكيد على قرار دول المجلس باعتبار حزب الله بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه منظمة إرهابية وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أكد المجلس الوزري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القرص الشرقية تبقى لمبادرة السلام العربية وقرارات شرعية الدولية ذات الصلة وبشأن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاثة تابع للإمارات العربية المتحدة فقد جدد المجلس الوزرية التأكيد على موقفه ثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاثة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى تابع للإمارات العربية المتحدة مؤكدا على دعم حق السيادات للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة وحول العراق جدد المجلس الوزرية حيصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلمته الإقليمية مدين المجلس الممارسات والجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابية معبرا عن رفضه وإذنته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها عادة السفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة سنادا لمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن كما أكد المجلس الوزري على أن موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وعلى الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وأهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخالجية وألياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216-2015 وعلى الأمن واستقرار وحدة الأراضي الليبية ودعم الجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابية ترجمة نانسي قنقر